السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم مع هذا الخبر الذي يتحدث عن زوج قمر وهو جمال مروان اليوم خرج ضمن مؤشرات جوجل وهناك عملية بحث حول جمال مروان الجميع يريدون أن يعرفوا من هو جمال مروان زوج الفنانة المعروفة قمر ونقول لهم أن جمال مروان هو رجل أعمال مصري وصاحب كنوات ميلودي وهو ابن أشرف مروان أشرف مروان سياسي ورجل أعمال مصري وزوج مونة جمال عبد الناصر ابنة الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر قتل في 27 يناير 2007 يصل سقوطه من شرفة منزله بلندن وهو أشرف مروان والد جمال مروان ووالدته مونة عبد الناصر ابنة الرئيس راحل الزعيم البطل جمال عبد الناصر رحمه الله وكان جمال مروان قد تعرف على المغنية المعروفة قمر وتزوج منها ثم بعد زواج دم لفترة من الزمن أنجب منها ولد اسمه جيمي وبعد ذلك أنكر ذلك وتقول حاليا دعوة قضائية لإثبات النصر هذا بحسب ما نشره في بعض المواقع ولا أحد يعلم الحقيقة لكن الجميع يتساءل من هو زوج قمر المغنية والجوجة ليكتب أن جمال مروان هو زوج قمر ولحد الآن توجد بعض المشكلات الكبيرة والخلافات على الولد جيمي والذي يقول جمال مروان أنه ليس ابني وأنه أنكر الزواج من قمر ولكن لحد الآن لم يتم إثبات أي شيء بهذا القصوص والمغنية قمر هي مغنية معروفة على الساحة الفنية ولها العديد من الأعمال الغنائية والكليبات وهي من موليد 27 مايو عام 1937 وهي من طرابلس لبنان وتبلغ من العمر 35 عام واسمها الفني قمر ولكن قمر ولدت في مدينة طرابلس من أسرة مسلمة اشتهرت بجمالها وبعد إطلاق أغنية الأولى من نهر التحرجني واستمرت مسيرتها الفنية حتى أطلقت البومة حلوة كما لعبت دور البطولة في الفيلم المصرحة الخير وقمر دايما تصير الجدل في كل أعمالها الفنية ولها ألبومات ما أخافش أو لا لا وصيرت لك ونفسي أقول له أهو أنت والعتبة جزاز والشمس طلع وبتاع بنات وإحنا من ملمحنا واشرب اللي طلبته مع نفسي وكل هذه أغاني قدمتها الفنانة قمر واسمعها فيها لولادة في تاريخ الملاد في سادة الملاد قمر محمود الطحش قدمنا لكم بعض معلومات عن الفنانة قمر ودوجها شكرا لكم